تشهد لك وتقول يا رب وكتب قبلها برضو انجيل يوحنة والرسائل دي تسمى رسائل الجامعة لانها موجهة لعموم المسيحيين لانه يعتبر هو كان بطرق المسكونة ساعتها كان اكبر الرسل كل الرسل استشهده هو الوحيد اللي اخذ رقب ماريو حنة من غير استشهاد رغم ان هو كان حطه الملك دوميتان في الزيت المغلي لكن ربنا نجاه وما سمحش ان هو يستشهد زي بقية الرسل معلمنا يحن الرسل بيتميز بحاجات كتيرة زي ما احنا عرفنا ان اكتر حاجة تكلم عنها النور واكتر حاجة كمان تكلم عنها المحاب اتكلم في الرسالة دي عن الله الكلمة الذي كان من البدء وابتدى مش بيقولهم ده مش حاجة خرافات مصنعة زي ما بيقول معلمنا بطرس الرسل وما كانش حاجة كائن اسيري زي ما بيقول الغنوسين ولكن ده سمعناه ورأيناه بعيوننا وشاهدناه ولمسته ايدينا وانت احنا كمان بنلمسه من جهة كلمة الحياة كلما الواحد بيقرأ كلمة ربنا بيبطيدي يتصور المسيح قدامه وده اللي كان معلمنا بولوس الرسول بيقوله لم ازمع اعرف انشاء بينكم الا يسوع المسيح وإياه مصلوبا يعني هو كل حاجة انتم الذين بينكم قد رسم يسوع المسيح ازاي بترسم يسوع المسيح من خلال الكلمات المقدسة لان الكلمات المقدسة اللي هو بيقولها هي روح وحياة فبتجسد لنا حياة ربنا يسوع المسيح وصلنا للإصحاح التاني آية اتنين بس انا بتريد من القول الإصحاح التاني بيقول يا أولادي اكتب إليكم هذا لكي لا تخطئه هو بيقول كده ان كلنا اننا لو نخطئ نجعله كذبا وكلماته لاست فينا يعني محدش يقول ان انا ما بغلطش بس معنى كده اننا خلاص طالما كلنا بنغلط اكمل غلط يقول لا انا يا أولادي أولادي يعني أطفالي صغير اللي انا بحبهم كواحد أب بطرق للمسكونة زي ما أقول لكم شيخ كبير في الأيام بيهتم بأولاده كلهم ان هم يكونوا ماشيين في الطريق المستقيم بيقول انا بكتب لكم الكلام ده لكي لا تخطئه مش عشان تتمده في الخطيئة لا مش تقوله طالما ان احنا كلنا بنخطئ يبقى خلاص نكمل خطيئة لا لكي لا تخطئه طيب ان أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وقلنا كلمة شفيع جت في الكتاب المقدس بمعنى شفيع أو باركليت وقلنا ان شفاعة الكفرية هي للإبن وحده لان هو اللي أعطى دمه كفارة لخطيئنا كما من حمل بلعيب زبيحة مقدسة قدمها ربنا يسوع المسيح بذاته على عود الصليب لله الآب حتى ما ننال جميعنا غفران الخطيئة وبعد ما تخضب جسمه كله بالدم رفع إيديه وهو على الصليب زي ما كانت إيديه مرفوعة وبعدين يقال له يا أبتاه اغفر له يبقى غفران الخطايا لازم بيستكب الدم والدم مش أي دم لأن دم تيوسوع وجول ما يقدرش يطهر الإنسان ولكن دم من حمل بلعيب دم يسوع المسيح البار قلنا ليه بار لأنه هو الوحيد اللي كان بلا خطيئة واحدة وقال كده في إنجيل يوحنى قال رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء يعني ما يقدرش وقال لهم كده للكتب والفرسين قال لهم من منكم يبكتني على خطيئة يعني مين فيكم مسك علي خطيئة كلهم ما قدروش يقولوا عنه غير بعض الشهادات وشهاداتهم كانت لا تتطفق مع بعض ولدرجة إن في الآخر معرفش رئيس الكهنة يعمل حاجة غير إنه هو قال له طب هل أنت هو المسيح ابن الله المبارك ساعتها المسيح أقر قال له أنت قلت يعني هذا بالحقيقة صح لأنه لا يقدر أن ينكر نفسه لا يقدرش ينكر نفسه أنا هو المسيح ابن الله المبارك ففعلا ما قال كده طبعا استغل الفرصة وقال إنه كان مجهز الحكم وشأ هدومه وقال له قد جدف وما حاجتنا بعد إلى شهود ونتعرفين القصة ولكن يسوع المسيح هو البار وحده وعشان كده بنقول البار مات لأجل الأسمة من الأسمة؟ كلنا لأنه ليس إنسانه بلا خطيئة ولو كانت حياته يوم واحد على الأرض بس أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئه وإن أخضأ أحد فلنا شفيع كمان الإخوة المحبين بيقولوا إن طبعا في شفاعة كمان آه في شفاعة الروح الكدس لأن الروح الكدس نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها دايما عمالي يشفع في البشر كلهم يقولوا يا رب ضعاف يا رب دول غلابة يا رب دول الشيطان بيضحك عليهم عشان يقبل شفاعة المسيح وشفاعة الروح الكدس من أجلنا عشان يكون لنا مكان في السامة وقلنا فيه شفاعة تانية ولكن اسمها شفاعة توسلية وقلنا عليها أمثلة زي موسى أما تشفع في شعب إسرائيل كله وأبونا إبراهيم أما تشفع في أرض سادوم وعمورة لحد ما أخرج لوط ابن أخوه من سادوم وعمورة وبعت ربنا ملكين عشان يطلعوه فهنا قلنا أن فيه شفاعة للبشر لأن تلبط البار تقتدر كثيرا في فعلها يبقى ممكن واحد يكون قريب لربنا وتلبطه مستجابة بسبب أن هو كان عايش وشفنا زي ما قلت لكم البابا كرولوس كان يقول كلمة وكلمة الكتب في السامة على طوال ليه؟ لأن كان يحيى حياة البر مش البر اللي بالكلام وبالوعز لا يعمى كتير وعزه ولكن البر اللي في المسيح يسوع اللي هو الإنسان اللي عاش بالصدق وإخلاص مع ربنا من جوه القلب وعشان كده ما كانش بيفرح بالزيطة والهيصة أما جاله في مرة كان في يوم افتتاح الكاتدرائية والإمبراطور هاي لسلاسة وجيل جمال عبد الناصر ووزراء وناس كتير من أكابر البلد وكل الطوايف المسيحية وكلهم جايين عشان افتتاح الكاتدرائية الكلام ده من قد ايه؟ من خمسين سنة احنا بنحتفل للسنة دي بخمسين سنة من خمسين سنة يميل على ابني يقول له يا ابني شايف يقول له يا سيدنا ده يوم مبارك ده يوم مملوء مجد يوم قال له يا ابني ولا ليلة من ليلة طحونة يعني ايه؟ كان يحيى حياة مقدسة جدا 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 لدرجة أما كان حاسس بمجد ربنا يوازي ايه مجد البشر قدام مجد ربنا احنا ساعات كتير بنتغر بالمظاهر ونفرح بالهيسة ولكن الناس اللي تقلوا في النعمة دول اللي جربوا ربنا اللي لمسوا عمل الروح الكدس في حياتهم اللي كان ليهم شركة مع ربنا وقربوا منه وسمعوا دقات قلبه زي ما عمل يحنى الحبيب دول بيبقوا ليهم طعمة تانية دقوا حاجات تانية احنا لسه ما دقناش عشان كده معلش احنا لسه ايه؟ بنفرح بالهيسة وبنفرح بالله هو كفارة يسوع المسيح البر قلنا عند الاب يسوع المسيح البر قلنا بر لانه بلا خطية الوحيد الذي بلا خطية لان ما فيش حد يقدر يقول ان المسيح عمل خطية حتى على فكرة كل الاديان ما يقدروا يقولون ان المسيح كان لا خاطئ ولا جاي من خطية لا بلا خطية وهو كفارة قلنا الكفارة دي يعني كفر يعني غطاء يعني يعني يرى الدم ويعبر عنك كل ما يشوف يقول ده ما تغطي بدم المسيح عشان كده انا خطيتي الخطية بتاعته مش هذكرها له لان مين دفع التمن دمن دم المسيح تافع التمن من دمه الزكي على الصليم بس بيقول ليس لخطيانة فقط بل لخطية كل العالم يعني كل العالم ممكن يستفيد من دم المسيح لانه بلا حدود يقدر يكفي الكل الناس ولكن مش هيستفيد من هذا الدم الا الذي امن ان يسوع هو المسيح الله الذي ظهر في الجسد لان في ناس بتنكر ان المسيح جي في الجسد او بتنكر ان المسيح ابن الله او بتنكر بعملية الفداء اصلا طيب يبقى انت تستفيد من الدم ازاي عشان كده بيقول هكذا احب الله العالم حتى بازل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل كل ايه بقى من يؤمن بها بل تكون له الحالة يعني محدش ما امنش بالمسيح وتكون ليه حيات ابدا يقول طب ده واحد واحد يجي تفلسف كده يقولك طب واحد معرفش المسيح وهو كويس قوي طب هيخش السماء ازاي لو كانت حياته واحدة على الارض احنا اهل خطايا ممكن نكون احنا مش عارفينها او مش شايفينها ولكن ربنا الفاحس الكلة والايه والقلوب وشايف قلب الانسان وحتى ممكن حاجات الانسان ما يمكن ما يكلمهاش بلسانه لكن بافكاره عشان كده كان ممكن داود النبي يقف قدام ربنا يقول له يا رب اللي تكن جميع اقوال فامي وفكر قلبي لان ساعات فكر قلب الانسان بيدل على نجاسته وعدم طهرته بيدل على شروره اللي بيعملها بيدل على تمنياته الغير مقدسة اللي بيتمنيها للاخرين يعني ممكن واحد يكون ما بيحبش حده بس ممكن يتقال خبر حلو عنه تبصت لقيه زائل طب وانت زائلت لها هو ما بانش ما عملش حاجة ما رحش ما رحش انتقم منه يعني بس جوه قلبه ايه فيه شر ويقول كده ان رعايته اثما في قلبي لا يستجيب لي يعني ما واحد ساعات يراعي يراعي خطية جوه قلبه خطية عدم محبة مثلا ويرعيها تبصت لقيه ما يقبلش اشخاص معينة ما يحبش اشخاص معينة لا دايب الانسان لسه ما استفادش من المحبة الكاملة اللي ربنا حبها لنا لان هو بيقول لنا احب وبعدكم بعضا كما طب هو حبين عمل ايه بازل ذاته عننا انت بتقدر تحب لدرجة ان انت تبزل يبقى لسه احنا كلنا قليلين في المحبة وعشان كده احنا محتاجين كفارة لخطيانا والخطايا العالم كله بس مش كل الانسان هيقبل الذي امن فقط وبهذا نعرف ان انا قد عرفنا ان حفزنا وصيا يبقى انا دلوقتي عايز اقول انا عرفت ربنا ولا ما عرفتوش طيب حفزت وصيت ولا ما حفزتوش اصلا في ساعات واحد يقول لك لا انا بيني وبين ربنا عمار انا قلبي على طول مع ربنا طيب لسانك بيغلط طيب بتتدايق من الناس ساعات بتعصب طيب بتحب بتحضر قدسات وبتاع ده يعني اما بيكون فيه وقت فاضي طيب اما بتيجي وقت الصلاة بالليل بتلاقي نفسك قايم كده بفرح وبشتقيه بتكلم ربنا ساعات بكسل بالاسبوع على صلاة النوم طيب يجي بعد كده معاملتك مع الناس عن كرب كده ومودة ولا ممكن لو حد دايقك تشيل منه وتتكلم عليه وحش وت لا بصراحة اللي هيجي ناحيتي انا بحب اقول للعور انت ايه طيب رفو عليك خلاص يقول لك بهذا نعرف اننا عرفنا كلمة معرفة مش هي المعرفة ان احنا عارفين ان يسوع هو المسيح ابن الله الذي ظهر في الجسد مش بس هي دي المعرفة ولكن المعرفة هي العشرة اما يكون واحد عارف حد يعني عارف بيحب ايه وما بيحبش ايه طيب ربنا قال لنا انا بحين عندي شوية وصاية اللي يسمع الوصاية دي هيعرفني ليه لان الله كدوس وما يقدرش حد يقرب منه غير ما نتقدس واحنا مش هنقدر نتقدس الا اذا حفزنا الوصاية بنتقدس بدمه الكريم ونقرب له بحفزنا للوصاية كل ما الواحد بيقرب من وصاية ربنا ويحافز عليها ويحاول يسمر فيها تبص تلاقي نعمة ربنا اتبان عليه وتساعده وتزوده طيب اذا قلت لا وصاية ربنا صعبة وصايته تقيلة قوي مش قادر انفزها اهو كله اللي تقولي يحبه فلان ده بص يبون انا ممكن اعمل اي حاجة بس فلان لا بس هو فلان ده اللي مش هتقدر تخش السماء الا اذا حبي يبقى انت ساعد احنا بنحط على نفسنا القيوت احنا بنحط على نفسنا ال ال بهذا نعرف انه نعرفناه قد عرفناه ان حفزنا وصاية وهو بيقول لهم كده اللذي يحبوني اللذي عنده وصاية ويحفظها هو اللذي يحبوني ده في انجيل يحن طيب واللي بيحبني يعمل ايه يحفظ الوصاية ساعات على فكرة احنا بنستخدمها دي في اسلوبنا يعني حتى ممكن ام تقول لأولادها كده لو بتحبني اعمل كذا وساعات احنا بنستخدمها مع بعض لو كان بيحبني كان عمل اللي انا قلتله عليه من اول مرة صح او لو كان بيحبني كان عارف اللي انا عاوزاه او اللي انا عاوزه وايه عمله بهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاية طيب اما نيجي نحط المعايير دي بقى كده نقولها ان احنا نعرفه لسه يا رب محتاجين محتاجين نعرف فسيئتك اكتر ونحفظها اكتر ونقرب منها اكتر ونحاول نجاهد فيها اكتر عشان نقدر نقرب منك ونعرفك لسه معرفناش كفاية اما كان التلاميذ ماشيين وراه وبعدين داخل جاي خش مدينة للساميرين فقالوله لا مش عايزينك عندنا رح بص وبصوا التلاميذ كده قال له بس تنزل نار من السماء وتحرقهم زي ايام الي ايضا قال لهم من اي روح انتما لسه معرفتناش لسه معرفتناش ساعات عدم معرفتنا ربنا بتخلينا نطلب حاجات لبعض او بنتمسك بحاجات قدام بعض ما بتكونش بتناسب وصية ربنا ولا الحياة المقدسة اللي ربنا عايزنا ان احنا نعيش من قال اني من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصياه فهو كاذب وليس الحق فيه يعني اما تيجي تحط اشعة كده عارفين في واحد مريض واحد مدعي المرض اما واحد يجي لك انا انا بشعر بتعب عندي كزا يجي يقول لك طب خلاص هنعمل اشعة دلوقتي اول ما يطلع يطلع عنده حاجة عنده تضخم في الكبد اللي عنده مش عارف ايه في الكلة حصوه في الكلة يقول لك بس فعلا انت عندك انت فعلا مريض بكده واحد تاني يقول له لا لا انت مدعي المرض ساعات الواحد يقول لك لا يا ابونا معليش اصلنا كل خطية طب يجي بعد كده لو قلت له او جيت نحيته في حاجة قلت له بلاش تغلط الغلط ده يقول لك انا غلط ده هم اللي قال وهم اللي عمل وهم اللي وتبص تلاقي ايه طيب بهذا نعرف ان احنا عرفنا ان حفزنا وصياه طب من قال ان قد عرفته وهو لا يحفظ وصياه يبقى كذا واخصار ان احنا الواحد ساعات مع ان ربنا كاشف او كاشف اعماق قلب الانسان ساعات الواحد بيجذب على نفسه وفاكر ان هو بكده بيجذب على ربنا لا طب مين يقدر يخدع ربنا القلب ونجيس من يعرفه يعني ساعات نجاسة قلب الانسان تبقى مش معروفة للانسان يعني ساعات الواحد ينخدع في نفسه واحد تبص تلاقي ايه يقولك لا اصلا قلبي كله محبة طيب ماشي قلبك كله محبة طيب ومعزمكش في الفرح المرة اللي فاتت يقولك لا ده انا قررت اني مش اخش له بيت ومح هتا فرح ولدي مش اعزمه طيب واحد تاني يقولك لا انا فلان بس اصلا ايه اما ما كنت تعبان مسألش علي فانا ينفع اننا يعني اتقل عليه واسأل عليه لا يا عم تقل عليه واسأل عليه هو سيط ربنا الناس باسوأ من ما عملونا بيقولك انت عامل الناس زي ما تحب انهم يعملك زي ما تفرح انهم يعملك ان كلنا من قال قد عرفنا وهو لا يحفظ وصياه فهو كاذب واحد يجي يقول انا بحب ربنا جدا بس حياته كلها شهوات وحياته كلها خطايا مش حلوة وبعدين يجي يقول لا انا بحب يبقى كاذب لان لسه فيه كذب في حياتك لان السماء مش يخشها كل من يحب ويصنع كذبا يعني فيه حاجات الواحد بيعملها بالكذب لسه الشهوات مالية قلبك ولسه الافكار الشريرة مالية عقلك ولسه التصرفات الغير لائقة اللي انت لو تعرفت عنك هتغزى هتنال بسبب خذي لسه كلها في حياتك فقدم توبة عشان يكون ليك مكان في السماء ما تجذبش على نفسك وتجذب على الحق اما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله بهذا نعرف اننا فيه الجزء ده جميل جدا ليه بقى لان بيقول اما من حفظ كلمته طب ما احنا في حاجات كتير حفظ احنا اغلب الوصايا لو انا قلت مثلا كلمة احب بعضكم ايه حفظينها حفظينها بس عاملينها نقولك اه ده احنا عارفينها مش المهم ان انت تعرفها بالفكر المهم تعيشها في الحياة طيب يقولك ايه محتملين بعضكم في المحبة بتحتمل لا انا معلش ساعات بيبقى الواحد يقولك اصلا انا معلش عيبي بس بس ان انا عصبي طب وفي عصبيتك لا ممكن اتنرف زواجتي ممكن اغلط وممكن اجيب القديم والجديد وبعدين ايه قدام الناس انا بس عندي عيب واحد اللي هو اللي هو اللي هو ايه لكن ربنا شايف اللي في قلبك شايف ان انت اتمنت للي قدامك الشر ما كنت متعصب عليه شايف ان انت طيب يجي اخيرين يبقوا مش عارفين يتعاملوا مع بعض بسبب ايه بسبب شقة ولا بسبب بيت ولا بسبب عمارة ولا بسبب الا لا لا الا وبعدين يبقونا مش فعلا الراجل ليه اتنين الكلام ده جبتوه من ايه المحبة عندنا يقول لكم كسة على كده كان فيه اخين زرعين امح وبعدين طلعوا في حدود اربعة وعشرين اردب امح فالمهم ايه جنف عشان هما شركة مع معد رحوا قسموا الاسم مظبوط كل واحد اخد اتناشر شوال واخد ايه حط كل واحد الحاجة في مخزنه واحد منهم كان متجاوز وعنده اولاد والتاني ما كانش عنده اولاد وما كانش لسته تجاوز فجاء اللي مش متجاوز فكر كده في عقله قال اخوي عنده مصاريف كتير وعنده اولاد ومحتاج فانا هاخد من اللي عندي وراح ايه ادي الاخوي وفي نفس الليلة جال فكر الاخوي قال ده اخوي لسه بيجهز نفسه انا خلاص اتجاوزت وعنده اولاد اخوي لسه بيجهز نفسه لسه وراه مصاريف كتير فانا هاخد من اللي عندي ودي الاخوي احنا بنعمل العكس واحد يقول ازاي ياخد اكتر مني هو ايه اللي يخليه وتبص تلاقي اختلفه مع بعض يقولك ده احنا بطلنا نكلم بعض خالص ليه اصل اخد اكتر مني اصل اهتموا بيه اكتر مني ده ابويا كتب للولد اتنين وكتب للبنت واحد جبتم بكلام ده منين الشريعة دي بتاعت مين هل انت مش يجي سعت الحتة دي يقولك لا الحمد الله ان احنا لو كنت ولد ولو كنت بنت تقول ايه ده ليه الظلم ده محدش بص ان المحبة بتستر المحبة بتعطي المحبة بتبزل يبقى الواحد يبقى معاه وتبص وتلاقيه يقولك طب مش حقي طب حتى مش حقي يبقى حقي ولادي وزي ما قلتلكم مرة الفاتت كده ممكن تبص تلاقي الواحد يبقى بيجاهد عشان يحافظ على مراس لولاده واول ما يموت الولاد يتخنقوا مع بعض ويسيبوا بعض وما يكلموش بعض بسبب المراس اما ما نحافظ كلمته يبقى ساعات الواحد ممكن يبقى حافظ الكلمة كتسميع اسمعها حلوة ايه لكن المهم ان احنا نحفظ ايه العمل زي ما بيقولك كده ان هما كان لازم يذكروا السبت اللي تحفظه يعني ايه تحفظ السبت يعني ايه يعني اعملا ما من العمال لا تعمل تحافظ الوصية اللي قال الربنا عليها ان انت تحافظ عسى فحقا في هذا قد تكملت محبة الله انت عارفين يقولك الاب يحب الابن والابن يحب الاب معناها ايه لان طبيعة الله محبة فالعلاقة ما بين الاب والابن هي الايه محبة طيب يقولك انا حفظت وصية ابي ليه لان مشيئة الابن زي مشيئة الاب فنفس الكلام هو هو عشان كده المحبة اللي ما بين الاب والابن هي محبة اوكنومية لان طبيعة الله هي محبة طيب احنا بقى بالنسبة لنا يقولك اما يكون حد بيحب ربنا قوي هتبصت تلاقي الوصية بالنسبة له لذيذة جدا مفرحة وكل ما يقرب من وصية ربنا ويعملها يلاقي نفسه متعزي وفرحان لان محبة طلت بص تلاقي بعد كده المحبة مالية قلبه مالية حياته مالية فكره مالية مشاعره مالية وبتفيد على الناس اللي حولكم يقولك كل اللي يتعمل معاه بيحبه ليه بسبب المحبة اللي سكنة في قلبه بهذا نعرف اننا فيه واحد عايز يعرف اذا كان فعلا في ربنا ولا بعيد عنه يشوف المحبة سكنة في قلبه ولا بعيد عنه كل ما كانت المحبة قوية في قلبك يقولك المحبة قوية كلموت المياه كثيرة لا تطفئ المحبة طيب انا بقى المحبة بتاعتي هل عمنا زي شامعة ضعيفة كده اي نفخة ضياحة تطفيها ولا نار قوية كده بتلهب كل الحاجات اللي مش حالوة مش بتحرق الناس بتحرق البغضة والخصام والزعل وبتحرق المشاكل اللي ممكن تتحط لان المحبة تسطر كثرة من الخطوية هتقول خطيهم كتير اه بس المحبة تسطر ايه اكتر مش هو المسيح سطر علينا طب احنا خطينا ايه كتيرة كتيرة قوي طيب وهو عمل ايه سطر علينا يقولك كده في سطر العليه بيدي عشان كده عمل ايديه كده عشان يسطر علينا يداري كل العيوب بتاعيه من قال انه ثابت فيه يندغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا يعني انا دلوقتي بحب ربنا طيب وبعضين طب يقولك بص شوف هو عمل ايه وانت اعمل زي وعشان كده في حاجة من الحاجات الكويسة جدا كل واحد اما يقرأ اي وصية قالها ربنا يسوع المسيح تبص تلاقيه نفذها في حياته عشان يقولهم انا مثال لكم الظلم بتتظلم يقولك هو ظلم اما هو فتزلل طيب اه اتكلموا عليك كلام مش حلو ده انتو عارفين قال عنه ايه قريبه اخواته اللي هما اه يقولك كده قال عنه انه مختل العقل طيب اه الناس يقولك اضطهدوني بلا سبب طب عملت ايه وحش يقولك انا شفيت انسان في السابت قاموا علي عكو انه عايزين يرجموني طيب ايه تاني ممكن يكون بيمر عليك ما بيمرش عن المسيح ظلموك يا ما تظلم طيب اهنوك يقولك ده مش بس كده يقولك ده تفلوا علي وجرحوه وعروه من سيابه طيب ناس مؤلمة بتقلمك حطه في راسه اكلان الشوك طيب مش بيحبو لك الراحة ده جلده على ظهره طيب ايه كمان ايه كمان ممكن تكون مرت به وما يمرش مرش به المسيح من قبلك يقولك كده الاشباحهم من خمس خبزات وسمكتين وبعد كده بيقولك كانوا بيدوروا عليه بتدوروا عليه عشان تسمعوا كلامه يقولك لا يقول لهم ليستم تطلبوني لانكم رأيتم ايات في امانتهم بل لانكم اكلتم من الخبز في شباب اصلا انت هتقول ان الناس اصلاها بقت بتاعة مصالح طيب ما هم عملوا بيجروا ورا المسيح عشان ايه مصلحاتهم عايز اقولكو حاجة احيانا كتير اتبص تلاقي واحد ييجي وليلة الامتحانات يصلي وييجي اعترف ممكن يكون سايب جزء من المادة مذاكرهاش بس يقول اعترف عشان ربنا يقف معايا في الايه في الامتحان يبقى احنا بتوع ايه ومع ذلك يقولك برضو يا حبيبي انا بحب مصلحتك فعشان كده يقولك كما سلك اذاك هكذا نسلك نحموا ايضا يقولك ده الناس بتحول انها تستضلي الغلط يقولك هو كمان مشي وراه حاولوا يستضوب كلمة لدرجة راحوا في مرة كانوا عايزين يوقعوا في الملك ناس قالوا له يجوز ان احنا نعطي الجزية لكيسر ولا لا فقال له اروني معاملة الجزية فطلعوا له المعاملة بتاعة الجزية فقال له لمن هذه الصورة والكتابة قالوا له لكيسر يقول لهم طب اعتم لكيسر لكيسر كم حاجة يحاولوا ان هم يوقعوا فيها ولكن ربنا يسوع المسيح احتمل بهدوء زي ما قلتلكم وكده ما يقبلهوش في مدينة والتلاميذ من كتر غيرتهم يقول لهم تنزل نار من السماء هو يقول لهم لا من اي روح انتما اللي ما امنش النهاردة بعد شوية امرأة سامرية واحدة تجيب السامرة كلها يقول له طب واحد زي شاول عمال يضطهدك ويتعب اولادك وانت نفسك بتقول له شاول شاول لماذا تضطهدني طب ما تنهي عليه يقول لك لا سأريه كم ينبغي ان يتقلم من اجل اسمي هل احنا بنصبر على الناس زي المسيح صبر علينا ده احنا ساعات بنفتكر كده ان الواحد يبقى مثلا عامل خطيئة وحاسس ان ايه لو دخل الكنيسة في نارها تتولع فيه ولا لو دخل يتناول هيلاقي ان وقف ملاك يمنعه للمناولة بسبب الخطايا اللي احنا بنقل وساعات تبص تلاقي لوحد يتجاصر ويقرب وهو حتى مش تايب ويبقى فاكر ان ربنا هيعمل فيه سوي وبعدين يبص يقولك ربنا اتعامل معه بحنية اكتر من اللي هو ايه يستحق من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كمسالة كذاك يعني ما عندناش وسيلة تانية زي ما المسيح مشي ساب لنا مثال احنا المفروض كمان ايه نتبع خطواته هكذا يصلك هو ايضا كلمة السبات دي لان قالنا كده بدوني لا تقدرون انت فعل شي ان سباتتم فيا وثبت كلامي فيكم تأتونا بصمر انتم انا الكرمة وانتم الاخصى طب لو فيه غصن كده بعد عم الكرمة هيجيب سمر مش هيجيب هينشف وبعد كده تبع نهايته الحريق عشان كده مهم ان الواحد لازم يلزق في المسيح يثبت فيه وعشان كده ادلنا جسده ودمه وعلنا كده من يأكل جسد يشرب دم يثبت فيه ويثبت فيه انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك هكذا يسلك هو ايضا ايها الاخوة لازت اكتب اليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البد الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البد ايه الوصية القديمة انت عارفين الوصية العشر كان لوحي الشريعة عبارة عن وصية ازاي اتعامل مع ربنا بدايتها تحب الرب اله تبقوا الوصية التانية اللي اتعامل ازاي مع البشر عبارة ازاي تحب الناس اللي حواليك او ازاي ما تسقش للناس اللي حواليك يبقى النهاردة الوصية الوصية القديمة اللي من البد اللي هي ايه تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك وتحب قريبك نفسك التانية لان هو ده ما جاء واحد يسأل المسيح يعني هي الوصية الاولى والعظم قال له تحب الرب الهك والثانية لان اما بتكون بتحب اللي حواليك انت بتسلك كمسالة كذاك انت كمان بتسلك تبقى انت ثابت فيه تبقى انت لسه في المسيح يسوع الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البد ايضا وصية جديدة اكتب اليكم ما هو حق فيه وفيكم ان الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الان يضيع النهاردة احنا اصبحنا بني النور وعشان كده كنسة تقولنا كوموا يا بني النور وتحوطنا ملائكة النور ومن ساعة ما اخدنا سر الاستنارة في المعمودية اصبح النور المفروض ان هو ايه ساكن فينا عشان كده بنقول له ايه النور الحقيقي الذي ينير لكل انسان قاتل العالم يبقى كل انسان قاتل العالم النور الحقيقي بيضيق ليه يبقى ده حق طيب والمسيح هو نور لان احنا زي ما بنقول كده في قانون نور من نور وعشان كده بيقول كده ايضا وصية جديدة اكتب ليه ما هو حق فيه لان هو اصلا نور وعشان كده بنقول ان الابن الوحيد الذي هو في حدن ابيه هو خبر هو اظهر لنا هذا النور هو واما جيه على الارض قال لنا انا هو نور العالم وعشان كده يبقى ده حق وفيكم لان اما المسيح سكن فينا يبقى احنا كمان استمرنا بنور مين ربنا يسوع المسيح ان الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الان يضيق ايه هو النور الحقيقي ربنا يسوع المسيح ابتدى يضيق لكل انسان قاتل العالم كل انسان بيخش العالم بيعرف ان يسوع المسيح ظهر في الجسد حد بيستجيب ويسكن النور فيه وحد بيغمض عنه ويمشي بعيد عنه عشان كده بيقول من يدعني لا يمشي في الظلمة طيب واللي يقرب منه يبتدي ينور له النور تبص تلاقي الواحد كل ما يقرب منه نور يبص يلاقي قلبه ابتدى يبقى اكثر فرح اكثر محبة للاخرين فالفرح والنور والمحبة التلاتة مرتبطين بايه ببعض طب الانسان اللي في قلبه بغضى مش ممكن يفرح طب الانسان اللي ما شافش مش ممكن يفرح طب الانسان اللي ما تلزقش في المسيح مش ممكن هتلاقي الفرح هيجي لك الفرح منه وهنا ده بيقول هي دي الوصية الجديدة اللي بكتبها اليكم ما هو حق فيه وفيكم ان الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الان يضيق لكن في ناس لحد النهار ده لسه عايشة في الظلمة وبتحب الظلمة طيب كل الخطايا ما تحبش غير الظلمة كل الشرور ما تحبش اللي بيكلم على حد بيكلم فين في الظلمة اللي بيدين حد بيدين في الظلمة لكن النهار ده الانسان اللي عايش في النور وبيحب ربنا مش ممكن يسلك او يعمل اعمال الظلم من قال انه في النور وهو يبغد اخاه فهو الى الان في الظلمة حتت علامة واضحة جدا بقى عشان تبين انت قلبك في نور ولا ما فيهوش بتقول ان قلبي فيه نور بس عندي بغضة نحية فلان خلي بالك انت لسه في الظلمة ساعات كتيرة احنا بنتخدع وبنفتكر نقول الواحد هو انا بحب ناس كتيرة بس الا فلان دي خلي بالك فلان ده هو المشكلة ان انت هتيجي وانت دخل السماء يقول لك ما انت معرفتش تحبه فلان ففلان اخدنا عمدنا في السماء فانت ملكش مكان جام طب تقول اصلا طب انا احبه هدارة منه في الارض طب او بمختصره في الارض طب وفي السماء هتختصره ازاي باحنا بعضونا اعضاء بعض هتختصره ازاي في السماء من قال انه في النور وهو يبغد اخاه فهو الى الان في الظلم ونكملها دي المرة الجاية لالهنا كلما يجد وكرمه من الان والأبد اشتركوا في القناة